صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توجيهة الرئيس السيسي أكدت ضرورة سرعة إنهاء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الحبس الاحتياطي بالتنصيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي شدد مدبولي على أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء منها وإرسالها لمجلس نوابة لمناقشتها والبت فيها مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس القوانين التي تمت مناقشتها في الاجتماع لتحقيق وعد الرئيس السيسي بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان توجيه سيادة الرئيس بأننا كل التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة الحقيقة يعني النهاردة نقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة انهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني إن احنا يتم إعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا وسرعة إرسالها إن شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات اللي يتم إن شاء الله منقشتها داخل مجلس النواب فورا بدء الفصل التشريعي